جوهرة واسم من دهب أمل الزناتي جوهرة تستحق مننا كل الاحترام والتقدير قد إيه شفنا مع بعض الكوة والشطارة وماشاء الله الثقة بالنفس وتحدي لكل الظروف والناس اللي كانت بتتنمر والحوارات اللي مش لطيفة اللي اتعرضت ليها بطلة واسم من دهب وهي بطلة حكايتنا النهار ده في جوهرة مصرية من وراءنا أستاذ أمل يعني عايز أقول لك شخصية ملهمة ولأي حد بيسمعنا زي ما قلت أنت صاحبة رسالة وحابة توصلي لكل الناس أنه هم أي حد يمر بأي ظروف صعبة أو أي حالة قصية عليه يقدر أنه هو يتخطاها بقوة الإرادة وبتمسكه يعني بقيمه وبأخلاقه هو ويعني ربنا بيوفقه وبيكرمه تمام طبع احكي لنا بقى قصتك وحكايتك الجميلة اللي بسببها احنا مشرفانا النهار ده في جوهرة مصرية أنا من صغري وأنا أخواتي كلهم عادي مش قال لنا اللي طالع كده كان فيه يعني موضوع قصر القامة معاك من وانت صغيرة ده هو كان مش وراسة يعني هو كان يعني كانت يقول مش يعيش كمان يعني سبحان الله ربنا أرادنا ربنا كتب الحياة والإرادة الإلهية ربنا سبحان الله كتب لك العمر عشان تبقي ملهمة الدكتور قال بيقول لي والدي بيقول له هي تعيش والأمل اللي هي تنفع قال له ده أمل لها دي بقى الأمن سبحان الله سبحان الله والدكتور قالها كلمة اه فعلا ومن ساعتها بقى والدي دايما هو اللي كان بيشجعنا على طول وعطيني العزيمة والأرادة إن أنا كل حاجة إن أنا أنت أحلى واحدة يعني أنا عشر إخوات ما شاء الله أحلى واحدة فيهم بنات وولد أه سبع بنات وتلات سبيع ما شاء الله وكلهم ما شاء الله عاديين يعني فكان دايما يعني شجعني لكل شيء ما فهمش حد تميز لأن العالي ده هو زيه زي الطبيعي إنما أنت ما شاء الله من تميزك ربنا يا بركز ده حاجة من عند ربنا يعني الحمد لله فتاني تبقى يعني كانت الأول ناس أنا في الأرياف دايما نقول من فين أنا من مركز مركز كفر الشيخ من كفر الشيخ مركز بقى مركز الأرياف يعني فده حاجة دي زي دي بتبقى غريبة والأرياف بتبقى فيش تقدم قد كده وحاجة حاجة شزة وخليك يعني كل يوم كنت رأى ماشية رجع من مدرسة عيط وتعرضت التنمر كتير وإن الناس كتيرة ما كانتش مدركة أنت إنسانة طبيعية بتستحق كل حاجة حلوة في الدنيا لا يخليك حتى لو عايزة تبقى حاجة تبقى كويسة يعجزوك بيحبطوا من عزمتك آه فيعني مع الناس بقى حبتك بطريقة الناس سبحان الله ربنا زرع القبول في قلوب الناس اللي حواليك يليك آه فتخلي النفر بتشجع بقى أكتر كلما تلاقي الناس أو أهلك بيشجعوك بتتعمل أكتر متحية لولدك اللي هو أنت جبتي في الكلام وإحنا بنتكلم جبتي سيرة والدك إن هو كان بيسندك ودايما بيعملك سببورت وبيدعمك الله يرحمه الله يرحمه وكان دايما يعني حتى لو عملت أي شيء يعمله حاجة كبيرة قوي ده أمل أحلى وعدة تعمل الشيء الفلاني ده تعمل دور الأب والأم بقى في حتة لما يكون فيه حد فيه اختلاف من الأطفال اللي عنده إن هو يحاول يقوي عنده الثقة بالناس يعني أنا شوف ناس بيتجاهلوا لما يكون عنده عاي المعاكم يتجاهلوا إن هم يتعاملوا معاه فده بيعمل في نفسية الإنسان يعجزه بيقتلوه نفسية مش بيطلعوه بالناس هو زنبه إيه بيخلوه العائل فعلا فيه ناس شخصيات بتبقى شخصيات مريدة والوعي عندها قليل مش كافي لما بيجيبوا طفل من زويل همم أو من المختلفين يعني فيه اختلاف عندهم ما بيطلعوهم للمجتمع أو الناس بيدروهم أو بيخبوهم عشان خطر بيحسوا النعار عليهم بالرغم أنه ممكن يطلعوا منه بطل يعني ما فيشها للأيام دي سبحان الله من أهدر السيادة الرئيس لما أعلن عام 2018 هو عام زويل همم آه بصراحة الناس يعني إحنا ما كناش بنتطلع بره خالص ولا إيه حاجة ولا كان لنا أي وضع بقى لجيبيننا مع لجيبيننا مع كنت فيه معاش ولا معاش تاني دلوقتي فيه الضم ببين معاشين كمان كسار كاما ما كانش لهم وضع يعني عشان تجيبوا عربية ملاش إحنا لجيبين مع العاديين مش بيصنفوا من زويل همم كانوا كسار الكاما كانوا بيحتسبوا عادي زي يوم زي أي حاجة طول سنين اللي فاتت آه ما تعملش من عهد الرئيس ده اللي أعمله بقى فيه تميز لنا زينا زي حاجة جميلة آه بفعلا خلت فيه ثقة في النفس آه يعني إحنا ما خرجنا وعمل لنا رحلات وعمل لنا إن ده مكتو بقى في المجتمع طبيعي ناس مدركة وشاطرين الناس بقى تشتغل يعني أنا كنت بشتغل قبل عهد الرئيس وكده يعني بقى لي واحد وثلاثين سنة أو اثنان وثلاثين سنة بشتغل ما شاء الله فكنت بشوف من الناس حاجات كلام كتير مؤذي بس كنت بصمم إن أنا من عادتي إنما بحدي بي بيأذيكي أو بيجرحك بس مزرح حتى معجب الكيش ما بسيبش حقش آه ولو سيبت حقك مع أي واحد هزيد طبعا ونفستك مش هتلومي غير نفسك آه لإنك أنت اللي سمحت للي قدامك إنه خلاص نفسك